أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى ماددولي أن هناك توفقا مصريا أردنيا على زيادة حجم الاستثمارات المشتركة بين البلدين وفي مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأردني بشر الخسونة أعقب اجتماع اللجنة العلية المشتركة للبلدين أشار رئيس مجلس الوزراء إلى التعاون مع الجانب الأردني في حال مشكلات العمالة المصرية في الأردن كان لدينا الفرصة أن نتطرق لمنقشة العلاقات الثنائية بين بلدين وعلى الأخص سواء العلاقات الاقتصادية أو التبادل التجاري ويمكن توفقت أنا وأخي دولة الرئيس أن نحتاجين أن نزيد من حجم التبادل التجاري في خلال المرحلة القادمة التبادل التجاري على مدار الخمس سنوات الماضية متوسطه 600 مليون دولار أمريكي وده رقم نعتبره متواضع بالنسبة لإمكانيات بلدينا وهناك رغبة أكيدة لزيادة هذه الأرقام بصورة كبيرة جدا عشان تحقق الاستفادة المشتركة للبلدين والقطاع الخاص في دولتين وللشعبين فيما يخص هذا الشأن ولمدار الخمس سنوات الالدين والصدار المنح aproximadamente موسيقى